حول لجنة التكافل المجتمعي في نابلس الأنشطة والفعاليات الخيرية في أزمة الكورونا أي نصة توظف مباشرة سيحدثنا حول هذه الحملة وحول هذه اللجنة على وجه التحديد السيد إياد الكردي عضو في لجنة التكافل المجتمعي في نابلس كذلك الأمر عضو في لجنة تجارة وصناعة نابلس أسعدت صباحا بكل الخير سيد إياد أي سعد صباحك وصباح جميع المستمعين والمشاهدين في فلسطين الحبيبة وفي العالم إن شاء الله ونسأل الله العلي القدير في هذا الصباح أن يبعد عن البلاء ويرفع الوباء إن شاء الله اللهم آمين يعني من الأمور المفائلة بصراحة والتي تجعلنا دوما بنفس نعمل بنفس طيب ومتفائل هو بالفعل الإقبال الرائع من الأجاد الخجرة ومن أهل الخير والأجاد البيضاء في محافظة نابلس ولربما من أماكن أخرى يتوافدون من أجل المساندة في لجنة التكافل المجتمعي هذه اللجنة التي جاءت وبالتأكيد فكرتها من أجل المساندة والمساعدة والوقوف إلى جانب الفئات التي هي بأمس الحاجة بالفعل أن نكون إلى جانبها حدثنا أكثر لربما هذه المرة لجنة التكافل المجتمعي لها خطة وربما مصار مختلف نوعا ما في ظل أزمة الكورونا يعني الصحيح هي لجنة التكافل المجتمعي لجنة قديمة في محافظة نابلس وليس وليس وليدية اللحظة هي عبارة عن لجنة وطنية للتنمية والتكافل ترأسها عطوفة محافظ محافظة نابلس وتشارك بها معظم المؤسسات الوطنية والأهلية في المحافظة وهي ذات طابع إنساني وتدخلات إغاثية في إطار تنموي يعتمد مواردها دائما على التبرعات من أحل الخير في المحافظة انبار إلى يوم أمس كان هناك مؤتمر صحفي لإطلاق حملة لموضوع التكافل المجتمعي وخاصة للموضوع الذي تبرر به البلاد وهو موضوع فيروس الكورونا لدعم هذا الصندوق التكافل المجتمعي لتوفير الاحتياجات المالية الطارئة بهدف مواجهة فيروس الكورونا بالاتجاهين الاتجاه الأول وهو دعم الفقراء والمحتاجين والمتضررين من هذا الفيروس والاتجاه الآخر هو دعم الصحة والوقاية من أجل المحاولة على القضاء هذا الفيروس وإن شاء الله أن لا يصيب بلادنا نعم نأمل السلامة كل السلامة لكن سيد إياد إذا أردنا أن نتحدث عن حجم التبرعات كان هناك إقبال يليق وهذا التاريخ بالعطاء بصراحة ولربما الانتشار الواسع والكبير من قبل لجنة التكافل المجتمعي في نابلس يعني بصراحة محافظة نابلس ونابلس بشكل خاص هي دائما تمد الخير للمدينة والمحافظة ولا المحافظات اللقاء منذ يومين كان هناك حافلة محملة بالمواد التنوينية والطبية والخضروات متجهة باتجاه إلى محافظة بيت لحم للمؤازرة والدعم ولو بالشيء البسيط ولكن المعنى الفكري هو أكثر من المعنى المادي يوم أمس كان هناك المؤتمر الصحفي الأول لإعلان عن انطلاق هذه الحملة وكانت الأعداد الموجودة في المقر هي خوفا من التجمهر الكبير وتلبية لنداء الصحة كانت موجودة المؤسسات والفعاليات الوطنية ونتأمل في الأيام القريبة القادمة أن تبدأ التبرعات بشكل أفضل وأكثر يعني مبارك خلال ساعتين زمن في المؤتمر ومن الموجودين تم التبرع ما لا يقل عن ستمائة ألف شكل وإن شاء الله نتأمل من المجتمع المحلي والمجتمع النابلسي أن يبدأ بمديد العون إلى هذه اللجنة من أجل إتمام المهام التي بنيت من أجلها وإن شاء الله أن تكون هناك تكافل في هذه المحافظة نعم وبتأكيد نأمل أيضا أن تكون هذه الفعاليات والتكافل الخيري أي عمى كل أرجاء المحافظات يعني أن تنتشر هذه الخدمات والمساندة إلى مختلف المحافظات كما ذكرت قبل قليل بمساندتكم لمحافظة بيت لحم أيضا يعني الأرقام التي ذكرتها هل ترون سيد إياد أن الأمور تسير وفق وطيرة إيجابية من ناحية الإقبال على التبرعات أهالي الخير رجال الأعمال يعني هل أنتم بصراحة راضون عن هذا الإقبال التكافلي يعني الصحيح أنت تعلم والكل يعلم بالوضع الاقتصادي والوضع النفسي والوضع الاجتماعي التي تمر فيها البلاد فنتأمل بأن ترتفع الوطيرة وإن شاء الله أعتقد أنه خلال الأيام القريبة القادمة سيكون هناك بدفق مدام هناك هدف ورؤية هي من أجل المصلحة العامة فأعتقد من يملك المال أو لديه القدرة حتى في الأمور العينية والشخصية والطبية سنلاحظ هناك تهافت من أجل التسجيل بجميع الاتجاهات وأعتقد أن هناك الكثير من بعض المؤسسات والمصانع التي تقوم بصناعة المواد سواء كانت التموينية الطبية الملابس ستقوم بالتبرع بما لديها من أجل أن يكون هناك مجتمع متكامل متكافل لأننا بهذه الظروف فعلا بحاجة إلى أن يكون لدينا مظلة للتكافل المجتمعي في الوطن وفي المحافظات خاصة إذن هي نابلس وهي دمشق الصغرى وهي جبل النار كما اعتدنا دائما وأبدا على عطائها وأن تكون محافظة العطاء ومحافظة التعاضد والتكاتف دوما نأمل أن يسير الكل بحذوها وإن شاء الله أن تكون مثالا يحتذا به دائما وأبدا خلال تقريبا يعني ما يقارب الساعتين ستمائة ألف تم التجميع وإن شاء الله نأمل أن تكون نابلس قدوة لبقدة محافظات الوطن في العطاء وأن نكون دوما جسم واحد في كافة الأزمات التي نقع بها وأن نكون إلى جانب بعضنا البعض أشكرك جزيلا شكر السيد إيداد الكردي عضو في لجنة التكافل المجتمعي في نابلس وكذلك الأمر